طب كويس إحنا بدأت كده وده كان سؤالي جاي عن أشهر هذه العدوات وحاجة بدأت بالنزلة معاوية أيها فضل يعني إذا تحب نضيف حاجة فيها قبل ما ننتقل لحاجة تانية النزلة معاوية إذا ما أحدك قلت يا بكتيريا يا فيروس يا دوسونتر يا بعد ساعة لكن إحنا دايما بكتيريا اللي بتشوفها دايما عشان نظافة الأكل دي يمكن اللي كان دايما اللي إحنا بننبه عليها إن الأكل لما تكون راح في مكان ما ينفعش تاكل في عربية في الشارع وتيجي تقول لي جاءت للنزلة معاوية عربية في الشارع ما رأي شفتش بينظف الأكل إزاي وإنت عارف وإنت شايف ما فيش أصلا في العربية جنب العربية أي نوع من أنواع مصادر حنفية حنفية ولا أي حاجة زي كده فهو طبعا متوقع أن أنت هتاكل الحاجة وعارف كمس أو أنه ممكن نبقى نسبة صبتك بالنزلة معاوية يعني فوق 90% حتى البرندات الكبيرة دكتور وليل حتى والله يصفينه على بعض اللي فاتوا دون شفنا حالات مندي كتير قوي ولازمنا يا فنم أه واكل فبندات مشهورة ومطبع سلاسل مشهورة ليه فنم عشان أنا برضو برجع ما برصش على اللي بيمدي إيده على أكل هو بيمدي إيده على أكل إزاي دافره أخبارها إيه هو أمراض اللي عنده إيه نبس جوانتي ولا لأ أم غط شعره ولا لأ إيه بسين حضرتك اللي عندنا فيه موطاعة اللي بتحافظ عليها بشدة وفيه موطاعة اللي ما بتحافظ عليها خالص وزي ما حدك قلت برندات هو برندات بره المطبخ لكن جوة المطبخ هو شايف الموضوع مع أنه شايف أنه هو المطبخ هو البرندات وإلاك بتخش في الحرارة والحرارة هتموت الميكروبي بالزابط لكن إحنا عارفين كويس أولى وتثابت أي نوع من أطعامها للدبان أو للحرارة مدة طويلة ممكن يحصل مني نازل شايف تسممهم يعني أكين يجي زابط تسممينه وخصوصا مع الحاجات اللي فيها البيت